فقرة ضيف اليوم مشاهدنا نخصصه لملف المتابعة الذي حركته المحكمة الوطنية الإسبانية ضد زعيم البوليزاريو إبراهيم الغالي لتحليل هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور منار سليمي الخبير في التحليل الإستراتيجي أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا جوارا ما حيثيات فتح هذا الملف الآن؟ شيكاية من طرف 29 شخص قدمت أمام المحكمة الوطنية الإسبانية هذه المحكمة لها الاختصاص على مستوى نظام العدالة الجنائية من الأشخاص الذين قدموا هناك دهي أكاي الذي يمثل جمعية مفقودي البوليزاريو وهناك شابة سيدة ماء العينين التي رحلت من المخيمة وعمرها خمس سنوات قدموا شيكاية قبلتها المحكمة بناء على اتفاقية أولا اتفاقية الأولى لسنة 1949 اتفاقية لاهاي وأيضا البروتوكول إضافي لسنة 1977 في تشريع الإسباني هناك تنصيص تعريف للجريمة ضد الإنسانية ولأيضا لجريمة الحرب إذن قبلت المحكمة لهذا حركت المتبعاء فتراجع إبراهيم غالي عن زيارة إسبانيا كان سيشارك في ملتقى هناك هذا هو يخاف من الاعتقال يخاف من الاعتقال لأنه إذا لم يخاف كان من الممكن أن يذهب إلى إسبانيا الآن الجرائم هي تابتة وهي جرائم تدخل ضمن جرائم الإبادة أولا لماذا؟ لأن الأطفال الذين هجروا منهم مثلا الشكاية التي قدمتها هذه السيدة تدخل ضمن جرائم الإبادة ثم جرائم ضد الإنسانية وهي عمليات التعذيب والاختصاب إذن لحدود الآن 29 شخص وهناك العديد من الأشخاص يستعدون لدعم هذه المسألة لأن هناك مسألة تتعلق بمدنيين كانوا موجودين في المخيمات ارتكبت ضدهم جرائم منذ تقريبا 1979 لكن يبدو بأن هذا الملف يتطور وقد تصدر المحكمة مذكرة بحث دولية عن هذا الشخص ليس وحده فقط هناك أيضا أحمد سيد بطل وهو من المخيمات ثم هناك خداد وأيضا هناك البشير مصطفى السيد كل هؤلاء تقريبا جاءت أسماؤهم لكن ما يتبعات هذا الملف هذا الملف هو يؤثر لاحظي معي بأنه منذ أن أعلن عن قيادة البوليزاريو من طرف إبراهيم غالي نشرت العديد من القصصات بدأت قصصات في البداية وجاءت من أمريكا اللاتينية كانت قد نشرت صحيفة أرجنتينية بأن هذا الشخص هو متهم لماذا؟ لأنهم يعرفون حيثية الملف هذه المحكمة التي رفعت أمامها اليوم التي تبت في هذه المسألة هي صبق أن حركت الملف للعديد من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من أمريكا اللاتينية من الشيلي ومن هندراس ومن الأرجنتين إذن تبعت وهي أترت على أولا هناك اليوم إشكال داخل المخيمات الكثير من الأشخاص يعارضون هذا الزعيم الجديد هناك حديث على حركات معارضة وأيضا احتجاجية هناك قمع وهناك إبادة لهذا لاحظنا بأنه هناك عملية تطويق للمخيمات وهناك السكوت للمخيمات ولكن تبعات هذه القضية أيضا يمكن هناك بعد ما لم تقول بأن هناك ثلاث ضباط جزائريين أيضا وردت أسماؤهم تبعات هذه القضية ما هي وضعية التي بمعنى ما هي وضعية الجزائر اليوم في هذا الملف لأنه معروف في الملفات الجنائية الدولية أن المتهم إما أنه يحاكم بمعنى أن الجزائر إما تحاكم هذا الشخص وإما أنها تسلمه وأعتقد بأنه في الحالتين الجزائر الكل يعرف علاقته بالشخص لأنه كان سفير لدى البوليزاريو داخل الجزائر كل هذه الأمور لها تبعات لأنه لن يتحرك لاحظنا ما ترى الأشخاص كانوا متابعين وكان ممكن أن يتحركوا هذا الشخص سيصعب وليتحرك لماذا؟ أولا اليوم داخل الاتحاد الأوروبي لن يتحرك وإذا داخل الاتحاد الأفريقي أيضا إذا دفعت دول أخرى بهذه المذكرة سيكون دول التي يصل إليها مطالبة بتسليمه ما تأثير هذه القاضية على ساكنة تندوف؟ ساكنة تندوف اليوم أمامها ملفان أو ثلاث ملفات أولا هذا الملف الذي وصل إليها بمعنى أن قائد هذه هؤلاء السكان مجموعة لا تريد أن يقود هذه السكان هي هذه المجموعة كلها اليوم تحتج ضده إذن هذا الجانب الأول الجانب الثاني قضية المساعدات أيضا وردت لماذا؟ لأن بروتوكول الإضافي لالألف وتسعمائة وسبع وسبعين هو يستحضر في هذا المجال استحضر من طرف المحكمة لأن الكل يعرف ملف المساعدات هو في أعمال انتقامية قام بها الشخص وقيادات أخرى تقصد المساعدات الإسلامية التي يتم التلاعب بها؟ المساعدات التي تم التلاعب بها هناك مجموعة من القانونيين في إسبانيا اعتبروا بأن هذه التلاعب بالمساعدات هو يكيف بأنه خرق للبروتوكول الإضافي لسنة ألف وتسعمائة وسبعين لماذا؟ لأنه يدخل ضمن أعمال انتقامية من السكان من هؤلاء السكينة عن طريق عملية تعذيبهم وعملية تجويعهم بل معلومات تقول بأن الكثير من الأطفال توفو نتيجة هذه العملية ثم هناك ملف ثالث وهو هذه المنطقة بدأ يحرك هذه المنطقة هي أقيمة معنى التي فيها المخيمات منطقة غبار نووي بدأ هذا الملف يخرج لأن فرنسا قامت بتجارب نووية في الجزائر وتم إسكان هؤلاء السكان في هذه المنطقة هذا ملف آخر لأنه لا أحد يعرف اليوم مثلا عدد الوفايات والمشكلة التي يجده النساء الحوامل ثم أكثر من ذلك حتى موت عبدالعزيز نفسه هناك شكوك على أنه مات نتيجة هذا الغبر والملف موجود لدى الأمريكيين هناك قضية مرفوعة كذلك في فرنسا من طرف ضحايا هذا الوقع حينها نريد أن نتحدى كذلك عن تأثير هذه القضية إذا سمحت دكتور مانار سليمي على البوليزاريو البوليزاريو لاحظي بأن الأوراق التي كان يشتغل بها مثلا الورقة الحقوقية التي كان يستعمل بها وينور بها هي انتهت الآن مع تغير الإدارة الأمريكية الورقة الأولى متت الورقة الثانية الاتحاد الأفريقي هي في طور الموت الورقة الثالثة داخل مخيامة البوليزاريو لما تغيرت الزعامة هي أيضا اليوم تموت ثم هناك ورقة قادمة بدأت تخرج أيضا هناك الوثائق التي تقول بأن هناك عمليات تحالف بين قيادات البوليزاريو أباطرة المخدرات وأيضا الجماعات الإرهابية أتحدث هنا عن أبو الوليد سحراوي الذي يتحدث من داخل المخيامات وبدأت المعلومات الأمنية تخرج إذا كل الأوراق تموت وبدأ هناك العديد من الأشخاص الذين يحاولون الهروب ولكن هناك نوع من التطويق ثم ورقة الأمم المتحدة التي تطالب بإحصاء السكان إذن هذه الملفات ستكون حاضرة أمام الأمير العام للأمم المتحدة المقبل وثم ستكون حاضرة أمام مجلس الأمن إذن تدعيت أن البوليزاريو هو في لحظة احتضار إن لم يكن أنه مات لأنه لاحظ مثلا مسألة التي أخرجها البوليزاريو تقريبا الشهر الأخيرة مسألة القرقارات ومسألة الصراع مع المغرب والذهاب إلى الأمم المتحدة مرات متعددة بشكايات كل هذه الأوراق لم تستطع أن تقدم نتائج ولكن الكل يريد اليوم أن يحاولوا هذا الموروط إذا شئت الموروط عن مرحلة القدافي هذا الموروط عن مرحلة القدافي اليوم يتساءل كيف سيكون مصير البوليزاريو ومصير ساكنة المخيمات كيف سيكون مصيرهم؟ أعتقد أنه اليوم هناك توجه على مستوى المجتمع الدولي من يوجد داخل المخيمات؟ المعلومات والأشخاص الذين ظهروا وآخرهم مثلا المصريين قدم كتاب أحد المصريين الذي استدعي من طرف البوليزاريو لزيارة المخيمات وقدم شهادات على ما وجده عكس ما كان يتوقع البوليزاريو البوليزاريو كان يتوقع منه أن يقدم أشياء غير موجودة وقدم شهادات عن الوضع الموجود فقال بأن هناك أشخاص يتحدثون اللغة العربية أو العربية بصعوبة بمعنى أن كل تائه في إفريقيا تحدث منطقة الساحل والصحراء من تشاد، من مالي تم جلبهم إلى المخيمات للقيام بعملية الحفاظ على ما يمكن أن نسميه ببنية ديمغرافية أين هم الصحراويون؟ الصحراويون إما موجودين في نوديبو في موريطانيا وإما أن منهم من عاد إلى المغرب من بقي في المخيمات لا هوية له هناك مجموعة أشخاص هل هناك تقديرات لعددهم الآن؟ البوليزاريو يقول مئتين ألف وهذا رقم كادب بدأت تنتبه إلى المنظمات الدولية منظمات المكلفة بقضية اللاجئين تقول سبعين ألف بمعرغم التضخيم كله ولكن الأرقام الحقيقية التي صدرت من قيادات البوليزاريو الذين غادروا المخيمات منهم مصطفى والسلم الذي كان أمني تقول بأن العدد لا يتجاوز ربعين ألف طيب أمام كل هذه المتغيرات كيف ستتصرف الجزائر؟ الجزائر الجزائر اليوم أولا هي دولة محتضنة لديها مسؤولية بمعنى أن لديها مسؤولية حول ما يجري إما أن تسلم هذه القيادة وعلى رأسها إبراهيم غالي وإما أن تحاكمه هل هناك ما يجبرها على تسليمه؟ نتطرق إلى الجانب القانوني هناك على المستوى القانوني أتحدث هنا عن قواعد القانون الدولي الذي يشبرها على قواعد دولي لحقوق القانون الدولي الإنساني إذن هناك قواعد ثم هناك الاتفاقيات ولا ننسى بأن المسألة الجرائم التي اقترفت هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية أربعة جرائم جرائم الإبادة جرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب وجرائم العدوان الجريمتين نوعي الأول هو يدخل في هذه المسألة إذا الجزائر هنا ستطبق مطالبة بأن تطبق هذه القاعدة إما محاكمة المجرم أو تسليمي سيكون هناك ضغط خاصة مع وجود ثلاث ضباط جزائريين كانوا حاضرين لأنه ماذا يقول هذا الملف يقول بأنه بعض الأشخاص ضحايا تعذيب تم نقلهم إلى مستشفيات الجزائرية وستنطقوا من طرف ضباط جزائريين هذا هو الخطير في الأمر بمعنى أنه تدخل هناك دخول أو تشابك في هذا الملف وضعية صعبة ولكن من المتوقع أن تطلق المرافعة أكثر ولكن اليوم إلى حدود اليوم الإشارة الكبرى وهي هذا التخوف من زعيم بوليزاريو أن يتحرك معنى أينما تحرك حتى داخل إفريقيا هناك اتفاقيات لتبادل أو تسليم المجرمين وهو اليوم في وضعية مجرم حسب قواعد نظام العدالة الجنائية الإسبانية الذي هو نظام مرتبط بالالتحاد الأوروبي ككل والالتحاد الأوروبي لو علاقات مع مجموعة من الدول الإفريقية ودول أخرى ماذا بعد تحريك هذا الملف دكتور؟ بعد تحريك هذا الملف هذه الورقة يجب أن توظفها جيداً يجب أن توظفها في الصراع مع البوليزاريو نجب أن توظفها من طرف المغرب الآن واضح لماذا؟ لأنه اليوم هناك مدنيين معتقلين داخل المخيامات تنفذ فيهم كل أنواع الجرائم أعطي مثال فقط نساء اغتصبوا وكان هناك حمل ولا يعرفون أين هم الأبناء أكثر من هذاهم داخل السجون وضعيات صعبة جداً الأطفال الذين رحلوا إلى كوبا ما هي وضعيتهم الذين لا زالوا مفقودين الذين يعانون من عاهات ذهنية كل هذه الأمور ضحايا الغبار النووي كل هذه الأمور هي أوراق يجب أن توظف لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسكت على هذا النوع من الجرائم كيف يستفيد من هذا المغرب؟ كيف يمكن أن يوظفها؟ أولاً مطلوب اليوم مثلاً هذا الملف مطلوب أن تكون هناك تقارير الأمم المتحدة بمعنى أن توظف هذه التقارير المغرب أولاً لا يجب أن يتفاوض لا يمكن أن يتفاوض مع أشخاص هم مجرمين اليوم هذا واضح جداً نتحدث بلغة القانون الدولي لا أحد يمكن أن يتفاوض مع البوليزاريو هذه القيادات التي تحدثت عنها هي في وضعية جريمة دولية اليوم هذه المسألة الأولى يجب أن تقدم إلى الأمم المتحدة المسألة الثانية وهي قرارات مجلس الأمن بمعنى يجب أن نعرف ما يجري داخل المخيمات هؤلاء الأشخاص يبادون على مرأة ومسمع من المجتمع الدولي يجب أن تتحرك كل المنظمات الدولية ويجب أن يصل هذا إلى الأمم المتحدة بمعنى أن يتغير النقاش شكراً جزيلاً لكم الدكتور عبد الرحيم منار سليمي على كل هذه التوضيحات شكراً لكم مشاهدين على المتابعة أخبارنا ما زالت مستمرة على قناة المتابعة شكراً لكم